مرحبا بكم مشاهدين الكرام عدد جديد من برنامجكم اليومي النهار تراندينج ودائما أبرز ما يدور بمنصات التواصل الاجتماعي من سوار وفيديوهات مشاهدين الكرام يقالوا أن العلم يبني بيوتا لا عمادة لها والجهل يهدم بيت العز والكرم مشاهدين تصدر التلميذ بحفظة فضلاوي مختلف منصات مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تفوقه الكبير في شهادة البكالوريا برغم ظروف تم دروسه ومعيشته الجد الصعبة وبمعدل 17.42 ولم يتوقف التفاعل مع قصة الشاب فضلاوي عند مواقع التواصل الاجتماعي فقد تعد ذلك إلى المجتمع المدني والمواطنين والسلطات المحلية إلى سياسيين وشخصيات عبروا عن إعجابهم بنموذج هذا التلميذ النادر وكخطوة تشجيعية حذية الطالب بتكريم خاص حيث استقبل وزيره التعليم العالي والبحث العلمي كمال والداري بمقر الوزارة الطالب المشتهد بحفظة فضلاوي المثابر في طلب العلم والمتفوق في شهادة البكالوريا مشاهدين كما نتابع في هذه الصور طبعا هذا التكريم لقد تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي ورصدنا لكم بعض التعليقات التعليق الأول من محمد الذي كتب مبادرة رائعة كل الشكر والتقدير على الاستقبال الذي خصصموه للطالب النابغة الذي يستحق ذلك دمتم فخرا لنا تعليق محمد كتب الله يباركو من شاء الله مبادرة تستحق التشجيع والشكر على هذه الالتفاة الطيبة والمحترمة وكل التوفيق والنجاح والتألق لطالب حفظ فضلاوي والعقوبة للمناصب العليا إن شاء الله تفاعل آخر مشاهدين من زينو الذي كتب وعلق والله مبادرة طيبة سيادة الوزير لكم منك كل التقدير والاحترام وبالتوفيق للطالب إن شاء الله فاطمة كتبت ما شاء الله تبارك الرحمن مزيد من التألق والنجاح مثال فعلا للصبر تفاعل آخر عبدالوهاب كتب مبادرة رائعة وهي رسالة لجميع التلاميذ أن الظروف ليست تعائق إذ كانت الإرادة موجودة بتوفيق للجميع وفقكم الله لما يحب ويرضى بديس كتب مبادرة والتفاة طيبة إن شاء الله ربي يوفقه في باقي مشواره الدراسي بتعليم العالي والتتويج بأرك الشهادات بإذن الله هذا بفضل الله وبفضل وقوفكم معه والله المستعان أحسنتم ودمتم أوفياء لهذا الوطن كريمة كتبت ما شاء الله التفاة أو لفتاة جميلة من طرفكم بركة جهودكم سيد المحترم والشيء للفتء انتباهي أنه الوزير في أي خطاب للطلبة يقولهم أصدقائي والله شيء رائع هذا التواضع من طرفكم بركتم وأعانكم الله في تطوير مجال التعليم العالي والبحث العلمي إذن مشاهدين الكرام كانت هذه أبرز التعليقات